ممكن أن يسير العالم في اتجاه ونسير نحن في الاتجاه للمعاكس معروف في كل ملاعب العالم عندك تذكيرة مكتوب فيها رقم الكرسي ومكتوب فيها أيضا رقم الباب هذا أمر مهم جدا صح أنه في الجزائر لا نحترم رقم المقعد أو رقم الكرسي الموضح على التذكيرة ولكن على الأقل نحترم رقم الباب الذي ندخل منه مثلا في ملعب يحمل أربعين ألف مشجع يكون عندك أربعين باب كل باب مخصصة لألف مناصر هؤلاء الألف مناصر يمكن التحكم فيهم من خلال الدخول من باب واحدة ولكن لا يمكن أن تتحكم في خمسة وثلاثين ألف مناصر يدخلون من باب واحدة من دون شك سيحدث تدافع سيحدث ازدحام ستحدث سبز ربما سيحدث شتم ربما الناس كبار في السن لا يقوون على عملية الاندفاع والتدافع صغار أيضا يأتون مع أوليائهم يعني إلى متى نتحدث عن هذه الأمور التي أكل عليها الدهر وشرب عملية دخول الأنصار ما زال عندنا فيها مشكلة في الجزائر سوء في الحوار محمد أو حتى أعود إلى الوراء لكي نعي جيدا إلى أين نحن نذهبون لما كنت لاعبا مثلا سوف أنزع قميس المحلل وأرتدي قميس اللعب السابق هنا في الدوري الجزائري في الملاعب القديمة سواء بولوغين عشرين أود كان لشرف أني لعبت في فارق كبير متى شباب الوزداد اتحاد العاصمة أيضا من الخبرة ما يكفي لكي أعطي رأي يمكنها أن يساعد على فهم الأمور كانت هناك مدخلين في الملعب كانت لنا حجة الأمور التنظيمية بأن الملاعب القديمة لها مدخلين التدافع الذي كان يوجد في الملاعب الجزائرية هنا في الجزائر ممكن أنه نختفي وراء حجة أنه الأمور التنظيمية تصعب على الناس المؤهلة لكي تنظم مباراة في كرة القادمة لعبنا نصف نهائية كأس إفريقية ولعبنا نهائية كأس إفريقية مع اتحاد العاصمة في 2015 لعبنا مباراة هامة في ملعب صغيرة وكانت أمور تنظيمية ولكن الآن محمد دولة الجزائرية هناك بنية تحتية هناك ملعب فخمة ملعب تيزي وزوئي تحمد ملعب الدويرة ملعب نيرسون مونديلا التضييق ماذا يولد التضييق؟ يولد الضغط لما تفتح لي ملعبين أنا في ملعب مثل الدويرة في أول مباراة لممتل الجزائر في الكأس الإفريقية يحق له أن تكون أحسن مما كان محمد تفتح لي أنت مدخلين في مباراة أربعين ألف متفرج يولد لك الضغط والضغط ماذا يولد محمد؟ أكلمي موجهة إلى الناس لنظمة هذه المقابلة وللأنصار أيضا لأنه المنظومة ككل المنظومة في مباراة كرة قدم ليس اللعب والمناصر فقط الناس المؤهلة لكي تنظم مباراة كرة قدم والسيرورة الحسنة لهذه المباراة ضيف إلى ذلك محمد أنت تقول لي مدخلين أكل عليها الظهر وشارب عقلية الملعب فيه مدخلين وفقط لأنه أنت اللعب المناصر مثلا لما لا يأكل طيلة النهار لا يوصل لصالته في الملعب مثلا ربما سيكون يمدم تلحق المباراة وهناك مناصرين لهم يحب الفريق أكثر مما يجب أن يكون فلهذا تجدهم منذ الساعة الأولى من اليوم أظن أن محمد كلامي قلت في السابق وأقوله الآن الرأي التعنى هنا في قناة الهدف يجب رؤية التقافة الكروية الجزائرية محمد لأن تقافة الكروية الجزائرية التي في كل مرة تعطينا نتائج ممثلة هي تقافة لا يعاول عليها في كل مرة محمد نتكلم على المناصر نتكلم على اللاعبين هل نحن مؤهلين فعلا لو كانت مثلا مباراة نهائي كأس إفريقيا لو نظمنا كأس إفريقيا هنا في الجزائر وكان نهائي كأس إفريقيا نعود فقط إلى الوراء في الماضي القارب مردية الجزائر محمد لعب ستين ألف متفرج سنة كاملة حيز على بطولة خسر نهائي كأس جمهورية هناك لعبين مهمين ذهبوا من الفريق ولكن أعطى المثال الجيد لكي لا أقل المثال الحسن لمناصرة الفريق كانت لي فرصة في كل مرة أونوي لهذا الشيء أنه كانت لي فرصة لما كنت لعب ولعبت ضد أنصار المولودية وضد لعبين مولود الجزائر أعرف جيدا أنصار المولودية لهم شغف مناصرة الفريق ليس مثل الأنصار الأخرى وأنا مسؤول عن كلامي محمد يدفعون فريقهم ولعبهم إلى الأمام فلهذا أظن أنه أحسن طريقة لإلغاء ممارسة ممثلة هي تطبيق القانون محمد لنا في أمثلة كثيرة هناك بعض الأمثلة الجيدة مثلا لما لعبنا الشان على أكمل وجه محمد مع بلدان إفريقية وكانت تصرف المناصر على أكمل وجه ومع هذا خسرنا في نهاي الشان كانت مباراة مصيرية بالنسبة لأشبال بوغرة ضد منتخب سينيغال أمين ومع أنه الملعب جديد وهذه أول مباراة رسمية لمولودية الجزائر مباراة كبيرة في إطار المنافسة الإفريقية كان يمكن أنه نعمل بعض الفيديوهات مثلا قبل بداية المباراة للملعب بث تجريبي مثلا بث تجريبي يعني توضيح طريقة الدخول توضيح المداخل الملعب المسالك التي توصلك إلى الملعب عن طريق فيديوهات قصيرة تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بصراحة تنظيم كان كارثي وأدى إلى ما شاهدناه والأدهى والأمر أمين أن مناصرا توفي بعدما سقط من مدرجات ملعب علي عمار المدعو علي لابوانت نشاهد الفراغ الذي سقط منه المناصر وليد رحمه الله وأسكنه فسيحة جناني إذن مثل ما تشاهدون مثل ما هو منضح باللون الأحمر أنا نعرف بأنه في القانون الجزائري يعني المؤسسات المستقبلة للجمهور حتى لما مثلا تفتتح مطعم تفتتح مقهى تكون عمارة مثلا جديدة مسجد جديد كل المؤسسات المستقبلة دار حضانة كل المؤسسات المستقبلة للجمهور لازم لك اعتماد يعني لازم لك سجل تجاري ولازم لك اعتماد أيضا لماذا الاعتماد؟ لماذا الاعتماد؟ لأنه هذا المؤسسة عندها خاصية أنها تستقبل الجمهور تجيك لجنة فيها سبعة أو ثمانية أو عشر أعضاء من الحماية المدنية من المياه من مؤسسة صنايغاز يعني من كل المؤسسات وكل جهات الوصية تشكل لجنة تقوم بزيارة هذا المرافق قلت مسجد مطعم مقهى من أجل إعطاء الضوء الأخضر تلك اللجنة هي التي تقول بأنه هذه المؤسسة صالحة لاستقبال الجمهور تدخل حيز الخيز نعم تدخل حيز الخيز لكن بالنسبة للملعب هو ليس مؤسسة مستقبل الجمهور ومؤسسة مستقبل الجماهير عندك ملعب في جوله 30 أو 40 ألف مناصر عود أرجع للصورة من فضلك يعني فراغات مثل هذه وقالوا لبعض الإخوة الذين حضروا هناك أنه يعني الحاجز الإسمنتي نعم الحاجز الإسمنتي أمين ارتفاعه متر وعشرين سنتيمتر فقط يعني هل من المعقول أنه تخلي الحاجز فيه متر وعشرين سنتيمتر أي عملية تدافع من هنا أو من هناك المناصر يجد نفسه قريبا جدا من هذه الفتحة الخطيرة يعني على الأقل الحاجز يكون فيه مترين أو مترين ونصف حتى أنه إذا أراد المناصر أن يتسلق هذا الحاجز فلن يقدر على تسلقه الآن لما تخلي فراغ مثل هذا في ملعب جديد فأعتقد بأنها مشكلة كبيرة أين هي الجهات الوصية